بعد ما عرفنا في النهاية الحلقة الخامسة ان كاميليا ورا كل اللي حصل لسلمة والنهاية اللي دبرت لها زمان الموضوع بتاع الخيانة وهي السبب في موت جزها ابو بنتها غالية وبعد ما شفنا كمية الحجد اللي جوه كاميليا ناحية سلمة دلوقتي بقى مباح لسلمة ان هي تاخد جزء كاميليا اللي هو رشيد اللي اعترف لها بحبه ودلوقتي في الحلقة الستة سلمة هتكتشف ده كله بنفسها وهتفتدي تقرب من الحقيقة طبعا وهي بتدور على وليد فوزي وعايزة تعرف اراضي وليد فوزي فين وعايزة تعرف وليد فوزي الدكتور زميلها دكتور التجميل زميلها اللي كان زمان موجود معها وطبعا تم اتهامها فيه وتم تلفيق طاهمة لها عشان خاطر جزء هيجي بيته ويلاقيها موجودة عنده موجودة عند زميلها اللي هو في نفس الوقت خطيب اختها داليا وفي نفس الوقت يكون المكالمة جاية لجزءها حسن ان تلحق مراتك بدخولك مع خطيب اختها بدأت تقرب واحدة واحدة سلمة من الحقيقة وبدأت طبعا ان هي تربط الاحداث اللي جاب وليد فوزي عند كاميليا وانلي خليها يظهر دلوقتي وليه رايح لكاميليا بالذات طبعا بعد جمال المحامل اللي شغال عندها اللي ما بيطقهاش اللي شغال عند كاميليا ما بيطقهاش ما تكلم سلمة وقالها ان واليد فوزي ظهر اللي انت كنت بخلينا دور عليه وهي طبعا كنت بتدور عليه لان من ساعة الموضوع اللي حصل زمان ومن ساعة موت جزها اللي هو حسن وهي بتدور عليها عشان خاطر تثبت برائتها للعيلة كلها لان هو اختفى في وقتها وطبعا احنا عرفنا كل حاجة خلاص ان كاميليا اللي اديته فلوس وخليته يعمل كده لكنه راجع عشان خاطر يهدد كاميليا وعايز فلوس تانية هيخلي كاميليا ان هي تبتدي تفكر ان هو هيطول الوقت هيبتدي يبتزها وده كمان هيحل الموضوع ان هي ترتبط برشيد بس بما تكتشف الحقيقة كاملة لكن هي واحدة واحدة ماشية ماشية مع الاحداث عشان خاطر تعرف مين صاحبتها ومين مش صاحبتها وهيبقى العداوة بشكل مباشر وتبدأ الحرب العلنية ما بين سالمة وكاميليا ودي هتكون احداث المسلسل طبعا في الحلقة الست والحلقات اللي بعدها ان هيكون الموضوع حرب بشكل مباشر وهيبقى الموضوع علني وهيبقى انا هاخد جزك عشان انت خربت حياتي زمان جمان هنشوف موضوع مازن هيتطور اكتر وكتر بعد ما ضرب اخو فرح اللي جاء له النادي لسه اخو فرح هيحاول تاني وفرح نفسها هتحاول تاني وممكن الموضوع يوصل الليلة ان هو مازن عمل كده في فرح وان هو وان هي حامل منه وان الموضوع ده كله حصل بسبب وهو هنبتدي نشوف تحرقات من فرح واخوها في الحلقة السادسة عشان خاطر يغضو حقهم طبعا من مازن وكمان هنبتدي نشوف ان رغضة ممكن في وقت من الاوقات تلعب على مازن احنا شفنا اللقاء اللي حصل ما بينهم بالصدفة في الليل ما كانوا صهرانين بالصدفة اتقابلوا مع بعض لكن العلاقة هتتطور واحدة واحدة واضح ان مازن بيحب الخيانة هو كمان ورغضة بتلعب على كله ومش مخلية حد وطبعا رغضة هتكون هنا عامل مشترك في الحرب اللي هتنشأ ما بين سلمة وما بين كاميليا وان هي هتكون مع ده ومع ده في نفس التوقيت وهتبتدي ان هي طبعا لازم تكون موجودة في المركز لان سلمة شركتها في نفس المركز فلازم ان هي ما تغيبش عن المركز والدنيا كلها هتقوم على بعضها وهنشوف العيلة كلها بتتحم في بعضها وهتكون البداية في الحلقة الستة ان شاء الله بازن الله تابعونا هنا هنعمل لكم الحلقات الجاية كلها ما تنسوش تدعمونا تعملون لايك على الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته